يعني راضي عن النهاردة المتيجة؟ لا 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 مش راضي لا 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 احنا من خمس يام بالزبط ربنا كرمنا عملنا ماتش قدام الزمالك ماتش هايل ما نخصى يعني ما نستحقش انه نخصر لأسوأ الاحتمالات كانت عادل كان فيه روح كان فيه مجهود كان فيه إخلاص للتشيرت عملوا ماتش كويس قلنا الحمد لله بدأت تندع معنا الماتشرت اللي جاي برغم من الهزيمة يا كابتن؟ برغم من الهزيمة يعني ما كانش الزعل زي النهاردة انت النهاردة مهزوم التعادل ده هزيمة انما انت النهاردة كان فرصة الماتش اللي فاتمت في زمالك وانه بقى تفتح بعمل لعيبة جماهيرنا يعني أنا عاوزك تجيب لقطة الجماهير هم راحين التمرين قبل ماتش ال قبل ماتش امبي ياريت يجيبوا تشوف الجماهير بتهتف راحوا الجماهير قبل التمرين لعيب واحد واحد ومعاكم وهنشجع يعني اقولك ايه الناس دي الله يكون فعونهم يعني جماهيرنا دي والله العظيم الله يكون فعونهم كلهم ابطال معنا كلمة ابطال مع ناس فيهم ناس كتير عشان من نجمعش بقى ما يستهلوش البسوا التشير ناس كتير محمد من ثلاث سنين والله لو بايدي اقسم بالله لو بايدي لحاكم كل واحد جاب اي لعيب اي مدرب جابه نادي الاسماعيلي نادي الاسماعيلي على المشاع تلات سنين على المشاع دخلت يجي خمسين لعيب ولا خمسة وخمسين لعيب في يجي تلاتين او تمانية وعشرين على الورق ما لعبوش ولا لبس الفانيلا غير بتمشي دا وتجيب دا وتبيع دا وتمشي دا وفين ما تجيب حد كان عندك فرصة خمس ايام تجيب وكان فرصة عند اللجنة انت بتتكلم في الفترة اللي انتخلت لا اللجنة دي معزورة دي الوقت دي وكان اللعيب كلهم خلصوا لا انا بقول لك كان عندك فرصة ان تجيب شهر يناير واحد وثلاثين يوم تقدر كنت تصلح وتجيب لعيبة يسندوك طب ما هو كان في محاولاتك كابتن يعني انت دلوقتي روحت للأهل والزمائل انت بتكلم على الاخر خمس ايام كان في محاولات بتكلم على الاخر خمس ايام او ست ايام الوقت خلاص زي وبعدين مين هيديه لك ومين في الوقت ده مين فاضي ايه بس مثلا النادي الاهلي قال لك تفضل كويس اللعيبة موجودة هو اتفق معاهم تمام نادي الاهلي نادي الاهلي زاكي جدا يعلم علمي الواقين انه محدش هيروح لانه عنده بطولة كاس عالم عنده بطولة كاس العالم بالنسبة للعابين بيفكر مين يا كابتن اللي كانوا الاسماء اللي مرديوش او انتوا كنتوا عايزينها ومرديوش اقسم بالله معرف انا بقسم بالله معرف انما تخيل انت ييجي عليك اليوم سيبك من نادي الاهلي ونادي الزمالك ييجي عليك اليوم انه في لعيب ما مردوش ييجي ولبسوا تشارة النادي يا محمد وانا حد ماكس دارة كنت مشافة عمكورة والله العظيم والله العظيم كنا لم يجي عاوزين نيجي مدرب والله اكبر مدربين في مصر كان عالساحة بقى شوف مين اللي كانوا مدرب مصريين قال لك نيجي نشتغل في الاسماعيل بلاش عشان جمهير الاسماعيلي انها بتخلي اللعيبة يطلعوا كل اللي عندهم بسنا اقول لها يا كابتن دلوقتي اللعيبة بتفكر ازاي اصلاها هي هي ما كيرا كيرا ما فيش جمهير ايو هو صح وخلاص موظفية خلاص الجمهير اللي بتبقى في الملعة دي انا مش بشوفها يعني انت النهارده لما تشوف فيه لعيبة بتاخد 3 مليون و4 مليون فيه لعيبة النهارده بتاخد 2-3 و4 مليون ما استهلش البستشير النهارده طبعا انت لعبت 2 ولا زي صغير ما تبدأ بها العيبة الصغرية ما خلاص انت قلنا لك انت عندك كترة اوانطة انت عندك ناس كتير عندك 3-3 و4 تقديم 35 لعب بتلاقون في التمرين ما تفخفضهم لـ 25 وهات مدرب يدرب الناس اللي جاهزهم لك فعندك مشكلة النهارده محمد الاصابات عمرها ما حصلت فيه تاريخ النادي 11 اصابة وبعدين اللي بتعول ما برجعش وبعدين النهارده ليه ما برجعش ليه حاجة عجيبة ما تعرفش ليه حتى النهارده الراجل المدرب لعب اتنين مصابين وغيرهم او غير واحد يعني انت ازاي ما انت عندك فكرة ما تلعبش حد هو مصاب مش هتديلك ازاي خلس سليم ما بيدلكش المصاب هتديلك يعني لازم يبقى كده بدلا يقولنا الراجل كان معاه مترجم المترجم درح مع اسكندرية جاف ماتش ازاي مالك ماشه المترجم الراجل جاب ما عرفش ليه الراجل جاب المترجم النهارده المترجم قاعد في المدرك والراجل ما بتكلمش انجليزي ممم بس ايه كرة كرة عمتا يعني في الملعب ما فقاشت لغة يعني لأ الراجل مش بغير وبيتكلم اللعيبة اه اه اوكي ميش يوجه اللعيبة يقولهم حتى يعني في المحاضرة يقولهم يعني ما تعادل من بره محاضرة بقى ما بين الشوطين ممكن يتكلم بالشكل العيب وغير في الشيء في الملعب عاوز يغير عاوز يكلم لعيبي يحرك لعيبي انت عارف لعبتنا دول عاوزين طابلة وزمارة عجل نتحركهم من بره وبقى قلنا لازم واحد الراجل ده اولا شكله مدرب كويس او فكره كويس يعني ما ضرش بان امتك هتنبان في ماتش الزمالك من وجهة نظرك لا ماتش الزمالك ده استثناء بعد اللي حصل النهاردة ده استثناء كنتش متوقع ان بعد ماتش الزمالك كان ياسف كده لا تكون مكتلوا اقول ده الزمالك هبقى احسن وجاكس هبقى خلاص انما لازم بيبقى معاه مدرب يا اعماد سليمان بيقضع الخط خلاصل بالسترينج سيود وقت جنبه يا امهات عندك خالد الاماش عندك اشف كد هات واحد من دول انتشاف ان الجازفان ينقصوا مدرب ايو مليء الراجل ما اعرفش حد يا محمد